صباح الخير على بلاد العشرة من الانشهيد آخر فرصة بعطيكم إياها أنا آخر فرصة تحيي الجزائر و أهل الجزائر و أهل فلسطين و غزة و حماس البطل مثل ما ذكرت لكم الجائزة الأولى 3000 الجائزة الثانية 1500 الثالثة 500 خليتها سبب خليتها الله أكبر الله أكبر الجائزة الثالثة 500 ضفن عسل منوكا أصلي و ما أدراك ما منوكا أصلي عالم ثاني هذا دوه هذا هذا يشفي من السرطان بشرط تأكله في معلغة خشب 500 ضفنالك منوكا هني الجائزة الرابعة أنا قلت بس منوكا هني عسل ضعفت الحين الجائزة خليتها كيلو عسل و 200 دولار استرالي بشرط أنك تأكله مع معلغة خشب هذا يشفيك من السرطان هذا يعقل لك البكتيريا الضارة في جسمك كلها لأنه في بكتيريا نافعة نصيحك سوف تكون الجائزة الأولى 3000 دولار استرالي قابل للزيادة حين فهمك شنو قابل للزيادة الجائزة الثانية المركز الثاني 1500 دولار استرالي قابل للزيادة المركز الثالث 1000 دولار استرالي أنا أعطيك استراليا حسب ما أني جالس في استراليا الجائزة الرابع أربع جوازهم 500 دولار أسترالي وعسل منوكا أنا أعطيه منوكا الرجال ترى عسل نحب العسل علموه نرجع لموضوعنا أنا اللي اتذكر قلت من الجائزة الأولى تصل من 3000 إلى 10,000 قد تصل إلى 10,000 والمقطع موجود عندكم وقلت الثانية من 1500 إلى 3000 في حالة مضاعفة المتشتركين في المسابقة وليس في الغناء وقلت 500 تصل إلى الثالث تصل من 500 قد تصل إلى 1500 وهني تصل إلى 500 دولار أنا ضفت لها زيادة ليش قلت قد لأني كنت متوقع ومع الأسر كنت متوقع أن الشباب بيشتركون بكثرة في مقطع تشوفون أمامكم حصل إلى تقريبا 300 ألف مشاهدة إلى الآن ما حد اشترك إلا 169 شخص برك ما حد اشترك إلا بها المسابقة هذه وهذا هو الأسماءهم هذه الأسماء قد تفهمهم ولاحظت أكتب اسمه وأكتب رقم الحلقات حتى شنو إذا ربح بالمسابقة راح أقصهم وحطهم في الجرة هذه حتى أسوي السحب فهذه الأسماء بيعطيكم فرصة أخيرة حتى الشاركون وإذا تضعفت المشاركات راح أدبل الجوائز هذا يوصل 3000 تصل إلى 10,000 تصل إلى 3000 الثانية الثالثة تصل إلى 1500 هذه تصل إلى 500 بس أنا أعطيت 200 دولار لأن مع الأسف المتشاركين جدا جدا يعني جدا مخذول لا أحد تشارك كثير وفي ناس قلت لك اذكر اسمك واسمه بوك واسم مدينتك الناس بس كاتب أرب سطرين وبوس وفوق هذا أنا حطيتك في المسابقة يعني أقلبهم إلا اللهم لخت هجيرة بهلولي واحد من المدية هذول الثنين دائما يشاركون بكل مسابقة ويعطوني معلومات جميلة واستفت ما عندهم الآن ذكر رساميهم ما قصروا معاي كثير شاركوا وكثير عطوني معلومات أسماء الشهداء الجزائر هيش المطلوب من عندك يا أخي يا الفاضل يا أبو الجزائر يا الوطن العرمي كل شلون أشترك في المسابقة الغناة عندك ذهب إلى غناة بدر العويسي بلاد العشرة من لون شهيد بخلي لك الراطب من تسوي 95 جزء عن الجزائر ونضار الجزائر وتقريبا سافرت بولاية كثير الجزائر هدخل على هد المقاطع وتكلم على هد المناظرين التي تعرفها أو الشهداء التي تعرفها أو المعارك التي تعرفها الفيدو عندك والرابط تحت خلي لك عندك سهل العملية ما هي صعبة فقط تكرلي اسم أحد المناظرين ولا المعركة ولا عبدالغادر الجزائري علي بومنجل علي لابانت جميلة بوحيرد جميلة بوعز عربي مهيدي هل اسماء ذيك لغناة عندك ودو وتحت في التعليق تحت في التعليق اكتب لي معلومات بسيطة والسلام عليكم ودخل السحب معاي الدش على الجوجل الدش على تاريخ الجزائر تعطيني اسماء شهداء الجزائر اي اسم تعرفه واحد من جماعتك واحد من غبيلتك واحد جدك جد جدك خالك انت تعرفه جارك اسماء الشوارع اللي رحت زرت في الجزائر وشفت كثير من الشوارع والطرق واسماء عطني اسماء شهداء اكتب اسمه النظال مالا او اذكر لي معركة في معركة زبابجة زعادشة معارك كثيرة ملحمة الصيف الخراطة قال ما في معارك كثيرة في الجزائر اذكر لي احد المعارك في وهران معسكر اذكر لي احد المعارك هذه سطرين ثلاثة بس سطرين ثلاثة والسلام عليكم واكتب اسمك لا تكتب اسمك ما لا داعي خايفة لا تكتب اسمك شارك المسابقة حتى ضعف الستة اشهر انا ستة اشهر وقعد اتكلم على يا جماعة في مسابقة وكل جزء وكل فيديو وكل حلقة اكتب لك بالنهاية لا تنسى الاشتراك في المسابقة والمعلومات عندك والرابط موجود عندك وراح اخلي لك الرابط موجود في الاسفل ابعطيك فرصة لمضاعفة المتشاركين في المسابقة لا يجي نحد يقول لي لا انا فقط اطلب المشاركة في المسابقة ما اطلب احد اشترك في الغناة وكيفك الغناة عندك تعجبك ما تعجبك هذا الشيء الراجع لك والله ما يهمني انا يهمني نتكلم على تاريخ الجزائر والابطال الجزائر ونضار الجزائر والناس اللي عشرة مليون شهيد اي واحد تقول له والله الجزائر يقول لك والله بلاد المليون شهيد لا يا اخوي بلاد العشرة مليون شهيد اللي اهم commenting ودابع كبير لهالفلسطين قاعد يتحملون الكل قاعد نذكر حين تضحيات الجزائر وشون ضحوا بعشرة مليون شهيد من اجل تحرير الوطن وان شاء الله اوعدكم ان شاء الله فلسطين إن شاء الله راجعة إن شاء الله وترجع العلم هذا الوسخ الإسرائيلي حطيت عليه أسود حتى ما شوفه لأني ما بشوفه وإن شاء الله نحط العلم الفلسطيني هنا وترجع فلسطين حرة إن شاء الله فلسطين ترجع حرة عبية إن شاء الله تضحيات أهل الجزائر وهل المغرب وهل تونس وهل ليبيا ومصر ونضال ونضال العرب الكبير اللي طردنا المحتل في الشلوت إلى أوروبا ما زرعه الكيان الصهيوني إلا لتفرقة الوطن العربي من الشرق الغرب وتفسيد الشاب العربي وتخبيث الأمة ولاحظ في بعض الدول بدت طبع وسفارات ولغاءات ومؤتمرات وسياحات ومساجات واللي عارف يفهم المهم فإحنا إن شاء الله نضاله للجزائر عطى عبرة لكل العالم العربي شلون أنت الضحي بشهداء دماء من أجل تحرير الوطن إن شاء الله من طنجة إلى صليبية اللي هنا في الكويت منطقتي الآن ما عندك قليلة جدا اشترك في المسابقة ما أعطي فوق هذا أعطيك هلا نحط لك ليمونة بعد اشتيبي نحط لك وهذا رمانة بديه لك رمانة بديه لك للجزائر اشتيبي بعد يا عم يشترك ماذا أعطيك أعطيك رمانة ثانية أعطيك ليمونة ثانية تفضل ها ها أعطيك المركز الثالث الأول 3000 الثاني 1500 الثالث 500 مع عسل رمانة وليمونة ومعلقة خشب الثالث الرابع أنا قلت بس عسل وموجود عندك المقطع الآن لا ضربت لك 200 وكيلو عسل أصلي هذا يشفيك هذا وليمونة بعد ما يدخلون عندك ولا لا ما يدري شد حيلك اذكر لي اسم شهيد بطل معركة مناضل عندك الغناة عندك شوف اليوتيوب عندك وتكلم على الجوجل عندك واذا ما ادرس فيه ناس ما نعرفهم بالجزائر فيه ناس ما نعرف الاسماء والتضحيات اللي ضحوا بالنفس من أجل الوطن والأسرة والأساميل عندك اللي ما شاء الله كثير من احتلال فرنسي غذر من 1832 إلى التحرير 5 جولية 1962 جزائر يا باشا تشترك بعطيك فرصة لمدة سبوع بعدها راح بدأ توزيع للناس كثير يبون المشتركين تعبوا يعدي ترسلون أكثر ثنين شار قبل مسابقة الحسن بن ناصر أحمد سملول والثاني حسين شملول هذا شملول هذا شين عرفهم عرف سامي وهذا حسين نوار محمد شملول أكثر ناس اشتركوا في المسابقة اليوم فيبدو أن الناس تشارك كثرة المسابقة لأنني عملت فيه دوبث مباشر وقلت لكم أعطيكم مهل أسبوع فأقعد أكتب الأسماء سأقصصهم وإن شاء الله أضعهم بالطاس إن شاء الله تعتكم ما يسمونها الطاس نسميها بدر ألا سمحت أخوي عطر رغم تلفونك ولا بكلمك مفضيلك أعطيك رغم تلفوني مفضيلك عندي شغل عندي أموري عندي خاصة عطر رغم تلفونك اسأل سؤال أه أجابك الأخ بدر مقدم على فيزا سؤال ممكن رسلك تواصل مع فضيلك أنا فضيلك عطعتك رغم تلفوني ما عندي حياة أنا عطر رغم تلفونك السلام عليكم أنا ترخيص هذا كيف أستطيع سيارة رايتوف اسألني سؤال أجابك هذا مستخدم لك صفح هذا تقعد تألف لي وما تألف لي وعطناهم تلفونك وشو أنتواصل معك تواصل معي فقط اليوتيوب اسأل سؤال أجابك لاحظة أخيرة حسب ما سمعت إيش اللي صاير المبلغ هذا صعب أنه يتحول للجزائر أو مستنينين أو طريقة ما فأنا راح أحول هذا المبلغ إلى مبلغ دولارات حسب الدولارات الدولار الأمريكي أعلى من الدولار الأسترالي فراح أحوله إلى دولارات أو يورو وراح أسلمك يا تسليم يعني في ناس لي هنا من أسترالي راح يرحون في الجزائر أهما ساكني في مدينة الشلف راح أنت بنفسك أهما يحولون لك يا أو أنك تيجي للشلف وتسلم هذا المبلغ إذا يعني إذا ما قدرت تحول عن طريق البنك فأفضل طريق أعتقد أني راح الشخص اللي سافر من هنا من هنا أثق فيه هو من ولاية الشلف راح تقابل معه بالشلف أو تيجي عنده للبيت أو يقابل يتقابلك في مكان راح يسلمك تسليم تسليم يد تسليم تسليم يد راح حول هذا المبلغ إلى يورو أو دولار ويفضل أن أعطيك يا دولار أو يورو على حسب حسب العملة اللي اليوم حسب عملة اليوم راح حولها وراح يسلمك تسليم يد العسل راح يكون تسليم تسليم يد أيضا فهذه الطريقة اللي راح تحويل حوالها ما حوالها ما أقدر إذا ربحت مثلا مثلا هذا الشخص ربح صافي راماند هذا اللي هو اللي اشترك في الحلقة رغم واحد أو الشخص اللي رغم أربعة مثلا إذا هذا الشخص إذا ربح إذا اخترته الشخص هذا راح أطلعه إذا فاز راح تواصل معاه بهذا المقطع لأنه راح أبث الحلقة على اليوتيوب أتواصل معاه وراح يرسله يرسلي أقول له مبروك أنت اللي فيست بالمسابقة الجائزة الفلانية راح تشوفها بالبيث راح تواصل معاك على الرسالة اللي سلتها لي والتعليق اللي علقت لي بالغناء تواصل معاي هني راح نتبادل تعطيني رغم تلفونك وأنا راح أتصل عليك شخصيا وراح أفهمك الطريقة شلون تستلم الجائزة هذه أفضل طريقة لأن ما في واحد يغش يقول لي أنا الاسمي الفلاني الفلاني وإن اللي ربحت لا هو نفس الشخص اللي اشترك معاي هو نفس الشخص راح تواصل معاه راح أدخل على ليش أنا كاتب هنا الحلقة رغم 17 حلقة رغم 22 حلقة الجزء رغم 26 بارت رغم 29 لأن إذا مثلا هذا الشخص ربح في المسابقة راح أنا أتواصل معاه ديش على المقطع أروح على حلقة 26 وأشوف الشخص اسمه واكتب له السلام عليكم مبروك أنت فيس بالجائزة الفلانية رغم كذا تردلي بعدها بعدها رغم تلفونات وفاهمك الطريقة شون تسليم هذا المبلغ شدي راح يكون تسليم الجوائز بهذا الطريقة فما قدر يقول لي ربح مثلا أنا محمد خالف فتاح كل يقول لي أنا محمد خالف فتاح وبعدين لا ما استفدنا نروح لإسمي الشخص نفسه الفايز أدخل على رغم أربع مثلا جزء هذا الشخص حسن الزياد سفن فايف ثري فايف سفن فايف ثري فايف راح يدخل عليها وقول له سلام عليكم معك بدر عويسي انت فيس بهذا الجائزة يرد لي خبر بعدها نفادل أرغام التلفونات فهذه الطريقة يا إخواني آخر فرصة تكلمنا على الجزائر وإن شاء الله رحلة أيضا عن إن شاء الله نضال المغرب إن شاء الله الأبطال الشجعاء لهم تاريخ أيضا راح تكلم عليه ما رح نوقف عند هذا الحد إن شاء الله رح نبدأ نتكلم على جميع نضال الوطن العربي والتاريخ وإن شاء الله كل دولة رح يزورها رح تكلم على شهدائها وتاريخها وحروبها ونضالها ضد الاحتلال الغاشم فا بانتظاركم آخر فرصة لكم وبعدها رح أبدأ توزيع أسبوع توزيع أقصقص وحط غرعة وغرعة رح تكون على اليوتيوب وعلى الإستقرام أنا مفروضة بث بث مباشر بس لأني بس دقيقة بس لأن لأن رفزة العجيبة لأن ممنوع أنا من البث المباشر على الإستقرام لأن كثير تكلمت على غزة وحماس والنضال وحمد ياسين فالجماعة عملهم ديمقراطيين حبيبين يحبون ديمقراطية عملوا لي بلوك الله غالب رح يكون فقط على اليوتيوب التوزيع الجواز بالتوزيع للجميع وحط أوفر للجميع إن شاء الله وقود لك وتحية للأخوة المتابعين وشكرا لكل شخص اشترك في المسابقة وشكرا لكل شخص وثق فينا وعطانا اسمك شكر وشكر خاص لكل شخص أيضا شاهد جميع رحلة بلاد العشرة مليون شهيد والفتحية لكم هذي ورد لكم هذي نزرع أنا نزرحت يلا السلام عليكم أخوكم بدر العويسي